على سلامة ومرحبا بالناس الكل عيدكم مبروك وإن شاء الله العادة عليكم بالصحة والعافية اتعرف اليوم المنتخب الوطني التونسي للشباب على منافسيه اللي بشي لعب معاهم في المجموعة الخامسة في مونديال أقل من عشرين سنين برشة كلم برشة حديث مونديال متاع منتخب تونس كيف يشترشحنا الطريقة التي ترشحنا بها برشة أخطاء على مستوى حراسة المرمى برشة ضعف على مستوى المدافعين برشة كلمتو نرجو نحكيو عليه أكثر بالليديتاي في آخر الفيديو خلينا الساعة نذكر المونفسين اللي بشي لعبوا معانا شالف المجموعة الخامسة اللي هما الأوروكوي بشي كون معانا العراق وكيف كيف زادا إنجلترا ومعاهم المنتخب الوطني التونسي بالنسبة لينا زوز منتخبات صف أول على مستوى عالي رو كيف نقولوا صف أول ومستوى عالي رو نرجع التاريخ ومشنو اللي عاملين في كأس العالم للشباب أقل من عشرين سنين بالنسبة للانجليتير في الفين وسبعتاش كان أحرزت الكوب هذية اللي أول مرة في تاريخها نفس الكلم اللي تقال على المنتخب الانجليزي نجمو ونقولوه على المنتخب الأوروكوي وقت اللي نلقاو المنتخب هذا كاتر يام في مونديال الفين وخمستاش نذكروا بتاريخ المسابقة هذية اللي هي ساعة كل عامين مايش كل أربعة سنين كيما ليكيب سينيور كل عامين تتلعب كأس العالم للشباب وفرصة للملاعبية يشوبين بش يفرضوا أرواحهم بش يوريوا الإمكانيات مفاحهم وعليش ليه في قادم لاهمية بعد عامين ثلاثة أربعة تلقى الملاعبية هذو موجودين في الساحة العالمية لو كيما شوفنا برشة مثل الليونا الميسي دي ماريا بالنسبة لحضوذ المنتخب الوطني تونسي في المسابقة هذية كيما قلت رو فما زوز منتخبات صف أول وفما منتخب النجمه ناخده تروابوان منه والهنيران نحكيه على المنتخب العراقي اللي كانت رشح مباراة مجنونة ضد منتخب إيران هدف لسفر في مباراة ربع نهائي يتعدى للدومي فينال ويلقى روح ويمشي الكأس العالم للشباب معناه تقريبا كيف كيف نفس اللي صار في كوبدافريك اللي كانت في مصر هي بيدها اللي صار في كأس إسيا اللي كانت في أوز باكستين بالنسبة لزوز منتخبات الأخرى زوز منتخبات على مستوى عالي لكن الحاجة البيهية في التوانسة وهذية راني نقولها وعلى مسؤوليتي وحتى نرجع تاريخيا المنتخب الوطني تونسي يعرف يكور ضد القويين وراولة هنا مش صدفة رانيك يقوله نعرفه نكور ضد القويين لو نعرفوا نخرجوا ما تشونه نعرفوا نعملوا صفر صفر نعرفوا نعملوا الواحد واحد نعرف نحدم الخطورة متاعك مهما كان اسمك ونعرفشينا تحب نذكركم بمستويات عالية متاع منتخبات كنا لعبني لهم وعملنا معاهم نتيجة محترمة إذا كان مربحنيش وإذا كان مربحنيش إيكز راني نخسروا دوزا نخسروا ثلاثة اثنين نخسر واحد بلايش المهم انك بيش تشد تعطيني سكور وتعملهم الكل راول حاجات هذو ما تتمشيش مع المنتخب الوطني تونسي والحاجة اللي تحسب للتوينس انه احنا راني تاكتيكين قوين برشة راني كنقول لك تاكتيكين قوين برشة معنا يا راني إذا كان نحب نلعب لك لبلوك ومسكر ونلعب لك بثلاثة خمسة اثنين ولي نلعب بثلاثة القديم وزوز نحطهم في الوسط ويقعد واحد باركي كور قديم وتلع معي تسعين دقيقة ما تعم معي حد شيء لكن وقت اللي نفقد الثيقة في وقت من اللوقات كيما صار مع المنتخب الوطني التونسي الاول ضد استراليا نخسره مع منتخب اقل ما يقال عنه انه منتخب كنا نجمه نخذ منه ثلاثة نقاط وإلا نعمله نتيجة ايجابية وإلا ايكس مع الربح متاع فرنسا نقاروه احنا نتعديه للدور الثاني لكن نرجع ونقول الله غالب هذك هي في عالم كورت القدم نجم يكون المنتخب خارج النصي نجم يكون الملعبية خارج النصي نجم المدرب يبلبز يلقى روحه يخسر مقابلة مهمة بالنسبة اللي في كتيف المنتخب الوطني تونسي وروله هنا اذا كان بش نقسمه نحكيه على لاك السنترال ونحكيه على الوسط ونحكيه على المهاجمين ونحكيه على حراسة المرمى وقت اللي ينلقى روحي في المباراة معنا تقريبا دومي فينال ومقابلة ترتيبية ناكل سبعة بونتو معناها بالنسبة اللي ينا عندي مشكل على مستوي حراسة المرأة الحاجة اللي فرحتني برشا وجود خمسة حراسة جدود مش نختاروا منهم احسن ثلاثة غارديانيت مش يكونوا موجودين في المونديات وراو هوني من غير محابيت ومن غير رأي الكورة مهيش محابيت رو اليوم مش معناها كينحابيك ونهزك وتشارك وميسيلش وبرابو يعطيك الصحة وانتي في الاخر معناها نقبل بونتو معنا كنتي يراني بعض بشلو ما كنتي يراني ملوم حتى واحد معناها لا مجال للمحابيت في الامور هذي بالنسبة لك السنترال اللي يزاده كيف كيف لازم برشا مراجعات ولازم نجيبه ملاعبية على مستوي عالي رو كيف نقول على مستوي عالي نختاروا احسن الملاعبية اللي موجودين سواء نحكيه في البطولة التونس وإلا نختاروا ملاعبية اللي يكونوا يلعبوا البرا لكن يكونوا ملاعبية مش وقت انك بيش جيب ملاعبية بيش تجربوا بالك شي يخطف بالك ما يخطفش خطروا اليوم تحب ولا تكره رو مش كما ملاعبية يلعب في فهريق ومستنسب الاجوية متاع فهريق ومستنسب الاجوالات اللي يلعبوا معه مش كما بيش جيب ملاعبية سيليكسيوني المنتخب الوطن التونسي نجم ينجح نجم ينجحش والحاج هذي اللي حكي عليها منتصر لوحيشين خليكم تسمع شنو اللي قال منتصر ومبعد نرجو عنا ما نحكيه شوف ما يزم شو يحد معناها ما فيش فالسيف معناه الكورة كان قبلنا الهديف اللي قبلناهم معناها سيك فما هنا يتيت ديفايون ديفونسيفمون مش راو معناه المدفعين اللي لعبوا يتحملوا المسولية ولا الحارس واحد ولا بجوتو ما اليوم في منتخب وفي سيليكسيون ديما اللي وجو بش ناخدوا اللي ميرجوور أشاك بوست ومدام فما ناس كو سوا في تونس ولا البرى بالنسبة لأينا ولو الدباح كيت فيه برشة مرات حتى ومانيش نخدم مع منتخب ما فماش عليه بش نقسموا الملعبية يلعب اللي بره يلعب في تونس مدام عندو باسبور تونس ومدام أب بش يكون في المنتخب اللي يستحق بش يكون موجود يكون ريس كو الاشكال اللي موجود طوى مع الملعبية اللي يلعبوا البرة ولو انو اللي يستقلي لارج معنا فما برشة ملعبية ممكن باكثر وقت كنا نجموا نجيبوا ملعبية أخرين نجموا نشوفهم الاشكال اللي موجود كونو مش نحاول نتحول هنا في الفترة القصيرة هاي لزيد نشوف ملعبية على عالم ما كان غادي مع سليل الاشكال اللي الوقت قصير سمعنا كلم منتصر لوحيشي اللي ساعر قليني نحكي على المدرب اللي اليوم تحب ولا تكرا كالكوميناكيسيون معناها ما شاء الله عليه يعرف يتكلم ويعرف يحكي في بونات لو يكون في الكلام اللي قاعد يحكي فيه في وسط أرضية الميدان أنا نأكد لكم اللي المنتخب الوطني تونسي بشو سلة بعيد وبشي عمل مات شوية كبيرة دي مرة وفم فرق ما بين الكلام وفم فرق ما بين التطبيق إن شاء الله يجي التطبيق مع الكلام اللي قاعد يحكي فيه النقطة اللي 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 شدت انتباهي واللي دي جاد حدثت عليها قلنا رو اليوم تحب ولا تكره عنا إصلاحات على مستوى الرسيد البشري خاصة في لكسونترال وخاصة زادة كيف كيف في حراسة المربع ونتصور الحاجة هذه بداي فيها منتصر لوحيشي النقطة الثانية اللي عجبتني إنه اليوم لازم من الناس الكل نقترعه إنه ما فميش فرق ما بين المليع بيئة التونسي وما بين المليع بيئة اليونشط في البطولات الأوروبية رو كيف ما قال يعني الكلنا عنها باسبورتونسي نتصور إذا كان عندك باسبورتونسي من غير محابة من غير مزايدات من غير ما نشوفه سامي شوشان ميكاورش ونشوف هنا منعرشنا أي مليعبي مهما كان يلع في خط وسط الميدان يكور المليعبية الكلكيكيف بالعكس المليعبي الي ناجمي عاوني المليعبي الي ناجمي كونفيرمي لي نخليه موجودة في التران والمليعبي الي ناجمي عاوني دوزين megetوال苦 الانوغ في وسط اللعبة انهبته وقت اللي نستحقه. هذهم اهم حاجتين نحكي عليهم منتصر لوحيشي. بالنسبة وسط الميدان اللي اليوم الناس الكل نتفقوا انه عنا ملاعبية دو كاليتي. لونا نحكيه على ملاعبية. اليوم على مستوى عالي ما شاء عليهم ان شاء الله يقدموا الاضافة لمنتخب الوطني التونس. عندك سامي شوشان في الوسط. عندك غيث الوهيبي. فعنا محمد واقل دربالي اللي ما شاء الله عليه الملاعبي ان شاء الله في قدم لايمات زادة كيف كيف في الوفنسيف عنا ملاعبي اسمه شايم جبالي. بالنسبة للمهاجمين. راولة هنا زادة مفهمش خلاف انه عنا ملاعبية على مستوى عالي. وقت اللي نحكيه على كريستو ما شاء الله عليه ان شاء الله يعمل المقابلات الكبيرة. اللي عملهم في الكوب دافري كيف كيف زادة عندك ملاعبي كوارجي وفنان وتكنيسيان في ساقيه. راولة هنا نحكيه على قدم قرب نفس الشيء ونفس الكلام. اللي عنا مهاجم ممتاز وعلى مستوى عالي ورانا نحكيه على جيبريل عثمان. بالنسبة لملاعبية اللي ان شاء الله بشي دعم والسوفه في المنتخب الوطني طونسي. سواء سواء المليعبي اللي يلعب في مونكوس. سواء المليعبي اللي يلعب في سوشو. برشة ملاعبية على مستوى عالي. ونذكروا ابرز مليعبي بالنسبة لينا اذا كان يجي للمنتخب الوطني طونسي فم تسאين بلمية بشيكون موجود رانا هنا نحكيه على مهاجم نابولي اللي هو بيلال الساحلي يلعب في خطة جنيح ايسر ومهاجم ينجم يعاون المنتخب الوطني التونسي اكيد الملعبية اللي بش يكونوا في المنتخب بش يعاونوا المنتخب خاصة وقت اللي نختاره ملعبية يكونوا سيليكسيونية وقت اللي نختاره احسن ملعبية اليوم قاعدين نحكيه على منتخب سيليكسيونية كما قال منتصر لوحيشي ما نش قاعدين نحكيه على مفاريق انك مش تختار زوز ولا ثلاثة ملعبية بالعكس ماشاء الله على الملعبية عنا تقريبا 50 ملعبي لكن لازم ما نغلطوش في الكاستينج لازم نجيبوا احسن ملعبية اللي بشي نجموا عاونوا المنتخب التونسي راني اليوم نحبوا ولا نكرهوا منتخبنا على مستوى عالي من حيث القيمة الفنية لازم التأكيد في المقابلات متاع المونديال وراني انا متفائل برشة بالمجموعة هذي وعليش ليه مع حسن التوظيف وحسن استغلال الفنية لملعبية نوصلوا الى ادوار من قدمة عنا برشة كرية مش نحكيهم عن ملعبية هذنو في قدم ليامات هكا كملنا الفيديو متاعنا مخصيبوكو يعطيكم صحة تبحان خير الناس القدمة